حلقة جديدة من سوريا اليوم أهلا بكم تصدعات في بنيتها الصلبة تارثا وإعادة ترميما في جناحها العسكري تارثا أخرى تعلن هيئة تحرير الشام عن تشكيلات جديدة بهدف الدفع بوجوه جديدة إلى صدارة المشهد العسكري في سعيا لإعادة ترتيب أوراقها وسط سعيا لتطبيق أو تطبيق ناجز لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يرافقه إلى الآن إفشال تسيير الدوريات المشتركة على طريق أينفور أو حلب اللادقية فالتسعى الهيئة إلى إطالة مدة تنفيذ الاتفاق وعلى ماذا تعول تحرير الشام مع خططها المستقبلية في مصير المنطقة خاصة مع استمرار وصول تعزيزات عسكرية تابعة للنظام من جهة وللجيش التركي من جهتين أخرى في محورنا الثاني مشاهدين سنناقش معكم كيماوي الأسد الحاضر اليوم على طاولة مجلس الأسد حضور مختلف هذه المرة إذ سيناقش في جلسة مغلقة استخدام نظام الأسد للكيماوي عدة مرات في سوريا بعد ثبوت تورطه بهجمات كيماوية أودت بحياة عشرات السوريين في تقرير أصدرتهم منظمة حظر أسلحة الكيماوية جلسة اليوم هي جلسة استماع شهرية ستقدم فيها الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إحاطتها حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 والصادر عام 2013 بشأن القضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد أعلن الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام عن تشكيل ثلاث ألوية عسكرية جديدة تضاف إلى تشكيلاتها القديمة يقود بعضها مقربون من قيادة التنظيم وأخرى شخصيات من الصفوف الخلفية في خطوة لضخ دماء جديدة في صفوف الهيئة وفق بيانات تشكيل الألوية وهي جزء من إجراءات تنظيمية داخل الهيئة يأتي ذلك في ظل وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام على محاور إدلبا وحمى في خطوة جديدة وضمن إعادة الهيكلية لتشكيلاتها العسكرية تعلن هيئة تحرير الشام عن تشكيل ثلاث ألوية مقاتلة جديدة يترأسها قادة من الصفوف الخلفية للهيئة باستثناء ما يعرف بأبي حفص بن نش المقرب من أبو محمد الجولاني زعيم التنظيم مصادر في تحرير الشام قالت إن هذه الخطوة تهدف لضخ دماء جديدة في صفوف الهيئة الألوية الجديدة تضم متطوعين التحقوا حديثا وآخرين تدربوا في معسكرة مغلقة تم الإعلان عنها بالتزامن مع العمليات العسكرية التي جرت على تخوم إدلب وانتهت بقضم مساحة واسعة لصالح نظام الأسد إعلان تحرير الشام جاء بعد استقالة أبو مالك التلي أبرز أعضاء مجلس الشورى في الجماعة ما يشير إلى تطورات كبيرة قد تشهدها الهيئة على صعيد التنظيم واستراتيجيته العسكرية تشكيلات تحرير الشام جاءت بعد هدوء شهدته خطوط المواجهات عقب توقيع اتفاق موسكو بين الجانبين التركي والروسي القاضي بوقف إطلاق النار في المنطقة وتسيير دوريات مشتركة على الطريق الدولي إنفور بين بلدتي الترمبا شرق إدلب وعين الحور في الريف الغربي للمحافظة الأمر الذي لم يتحقق واقتصر على تسيير جزئيا لتلك الدوريات بسبب دفع تحرير الشام بأعداد من الموالين لها لإقامة معرفة باعتصام الكرامة لمنع مرور الدوريات المشتركة تبيعه تدخل من الشرطة العسكرية التركية لفك الاعتصام وتسيير الدورية الرابعة بشكل جزئي تطورات دراماتيكية تشهدها المنطقة وتحرير الشام على وجه التحديد تأتي بالتزامن مع أنباء تفيد بوصول تعزيزات عسكرية تضم قوات من الفرقة الرابعة والخامسة والعشرين لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية إلى معسكر جورين في سهل الغاب وأخرى على محاور ريفي إدلب الجنوبي والشرقي قابلتها تعزيزات عسكرية تركية كبيرة وصلت إلى النقاط التركية في إدلب في مؤشرات إلى عودة التعقيد للمشهد العسكري هناك إذن تشكيلات جديدة تعلن عنها هيئة تحرير الشام وتعثر في تنفيذ اتفاق موسكو وتعزيزات عسكرية تصل إلى المنطقة من جميع الأطراف فما هدف تحرير الشام من تشكيلاتها الجديدة؟ وماذا عن الدوريات التي لم يكمل مسيرها حتى الآن؟ وما هو مصير المناطق الواقعة جنوب الطريق الدولي؟ تلك أسئلة قد تكون الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة عنها ليا النقاش ينضم إلينا في الستوديو الصحفي وزميل في غرفة الأخبار أحمد عاصي مرحبا بك أيضا ينضم إلينا البحث في مركز الشرق للدراسات من غازي عنتاب السيد سعد الشارع مساء الخير لكم أبدأ من عندك أحمد تشكيلات جديدة لهيئة تحرير الشام في وقت تلقت فيه ضربات موجعات كالانشقاقات الحاصلة مؤخرا خلافات محراسة الدين أيضا توقيت حساس بالنسبة لاتفاق سوتي وهي ضمن بنود اتفاق سوتي ما الغاية أو الهدف من هذه التشكيلات برأيك؟ وما شكل أو طبيعة هذه التشكيلات؟ نعم الحقيقة هيئة تحرير الشام في الفترة الأخيرة بعد اتفاق موسكو الذي قضى بتسيير دوريات روسية تركية مشتركة على طريق الانفور يعني بدأت تعيد ترتيب صفوفها الداخلية إذا صح التعبير وخصوصا بعدها لم تستطع أن تقنع العناصر والمقاتلين المتواجدين فيها بقتال حراس الدين الذين رفضوا الاتفاق بشكل كامل وقاموا بعدة تفجيرات على الطريق الدولي كجسر محمبل وغيرها واستهداف بعض السيارات التركية والعربات العسكرية التركية فأعادت يعني الآن تعيد ترتيب صفوفها من الداخل وخصوصا كذلك حصلت عدة انشقاقات في صفوف هيئة تحرير الشام اليوم يعني هذه التشكيلات قد تكون بطريقة جديدة وكما هو معروف يعني هيئة تحرير الشام لا تسمي التشكيلات العسكرية ألوية الآن هي ألوية وبالتالي هي تتجه باتجاه قد يكون باتجاه الجيش الوطني مثلا أو باتجاه يعني جيش بشكل عام وليس تنظيم كما كان سابقا والمقاتلين في هيئة تحرير الشام يعني جيش بعيدا عن باقي التشكيلات العسكرية الموجودة يعني ليس بهذا المعنى لكن سابقا كانت تزج المقاتلين باسم قطاعات اليوم بدأت بتسمية ألوية وهذا مؤشر جديد على هيئة تحرير الشام طبعا هذه الألوية هي قسمين المقاتلين المنضوين تحت هذه الألوية هم قسمين القسم الأول بدأوا بزجهم بمعسكرات منذ المعارك الأخيرة التي حصلت في ريف إدلب الشرق وريف إدلب الجنوب وهم يعني مستجدين على هيئة تحرير الشام ومنتسبين جدد والقسم الآخر هم يعني من المنتسبين القديمين لهيئة تحرير الشام وهم مدربين على يعني ترتيبات وتكتيكات عسكرية قد تكون يعني أسلحة ثقيلة أو غيرها من التكتيكات التي بدأت تستخدمها هيئة تحرير الشام نتيجة المعارك الأخيرة التي خاضتها مع قوات النظام وهناك تطورات في سير المعارك شهدنا يعني معارك ليلية لم نسبق أن شهدنا هذه المعارك تقدم قوات النظام كان غالبا في الليل وبالتالي يجب أن تقوم هيئة تحرير الشام طبعا من نجة نظرها بإخضاع مقاتليها إلى مثل هذه التدريبات للتعامل مع السلاح الذي تستخدمه روسيا والنظام الأسد يعني برأيك حاليا تأتي هذه التشكيلات أو الألوية في إطار إعادة ترتيب أوراقها العسكرية خصوصا مع الحشودات لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في إدلب الحقيقة يعني هيئة تحرير الشام بعد أن دفعت بعدد من المواليد لها على الطريق الدولي فهي تريد بتقدير إطالة أمد الاتفاق الذي تم بين روسيا وتركيا من طرف آخر وتسير الدوريات التركية حتى تعيد ترتيب الأوراق من جديد وخصوصا بعد أن أنهكت في المعارك الأخيرة خصوصا في سراقب ومعارك النعمان وهذه المناطق واستنزفت بشكل كبير وبالتالي قد تكون هذه الخطوة الآن هي بداية إعادة ترتيب أوراق هيئة تحرير الشام بشكل أو بآخر سعد ما الدافع برأيك لإعادة هيئة تحرير الشام تنظيم صفوفها من أول وجديد؟ تحية لك أولاستاذ المشاهدين ولضيفك لك ولو سمحت لي بدقائق معدودة أن نشرح طبيعة التراتبية العسكرية لدى هيئة تحرير الشام منذ تقريبا ثلاثة سنوات أنهت هيئة تحرير الشام ما يسمى بالقوة بقوة القطاعات العسكرية الآن التراتبية لما يسمى بالقطاعات عبارة عن تنظيم جغرافي لما يسمى قطاع الحدود قطاع الساحل أو قطاع أدلب أما القوة العسكرية منذ سنتين تقريبا جعلتها جميعها ضمن ما يسمى الجيوش سابقا كان يتواجد شيء اسمه جيش البادية وجيش النصرة بعد الانشقاقات التي حصلت في هيئة تحرير الشام وتم تشكيل حراس الدين ذهب ما يسمى جيش البادية وجيش الملحم إلى حراس الدين فقامت بعد ذلك بإنشاء ما يسمى قوات العصائب الحمر التي تضع عصبة حمراء على جبينها أو على سواعد مقاتلين وأخضعتها لتدريبات عسكرية جدا قاسية وجدا كبيرة جعلت هذه القوة العسكرية أشبه بقوة بقوة جيش عسكرية مركزية لا تخضع لعمليات ما يسمى الرباطية مختصة فقط بالعمليات الهجومية ثم ذهبت بعد ذلك لتقسيم القطاعات لجيوش جيش أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على هذه التراتبية سارت ربما خلال الأشهر الأخيرة التي شهدناها في المعارك العسكرية بعد تغير شكل خارطة القوة الجغرافية في عموم الشمال السوري ذهبت الهيئة الآن إلى إيجاد شقين عسكريين إن صح التعبير الأول مختص فيما يسمى عمليات الرباط أي عمليات الوقوف دائما على جبهات مع العدو مع النظام وغيره وهذا يتطلب بالفعل جهود جدا كبير ويتطلب أعداد عسكرية كبيرة كون أحيانا يأخذون المقاتل لأيام وأحيانا لأسابيع عدد نقاط التماس مع النظام كبير جدا كانت تصل إلى أكثر من 200 نقطة عسكرية بالنسبة للخطوة الأخيرة نعم سعد بالنسبة للخطوة الأخيرة لهيئة تحرير الشم هل سيكون لها أي بعد سياسي على الأرض أو سيكون لها آثار على المدى القريب فيما يتعلق باتفاق سوتي والمعروف أن بند من بنود الاتفاق بين تركيا وروسيا هو إحلال هيئة تحرير الشام أو فصل أو القضاء على المقاتلين الراديكاليين بحسب التسمية سعد أعتقد أن لها بعد عسكري أكثر ما يكون لها بعد سياسي كون نكون واقعين هنا منطقة الشمال السوري أصبحت الآن أشبه بمنطقة استعصاء عسكري وأيضا سياسي أي تشكيلات أي تحركات عسكرية داخلية هي تبقى ضمن هذه المنطقة تحاول الهيئة بإنشاء هذه الألوية هي لملمت بعض العناصر والمجموعات التي تخلت عن جبهة القتال خلال أشهر الماضي وهي ربما تستهدف أيضا المجموعات التي من غير الهيئة هناك حالة غثيان دعني أسميها لدى العنصر العسكري في الشمال السوري حالة من عدم الثقة بين العنصر وقيادته في مختلف الفصال وهذا يدفع بكثير من المجموعات العسكرية للإنزواء لترك هذه الجبهات لذلك لدى الهيئة مقدرة عسكرية جدا كبيرة في محاولة لملمت هذه المجموعات العسكري بإنشاء هذه الألوية العسكرية ثم التلويح بأي عمل عسكري وربما القيام ببعض العمليات العسكرية إذا ما كانت الظروف السياسية والعسكرية متاحة وهنا قد اختلف قليلا مع ضيفك عندما قال أن الهيئة أو رفضوا عن عصر الهيئة خير أكيد القيام بأي عملية عسكرية ولكن الهدف منها حاليا هل هو إحكام القبضة على إدلب أكثر؟ صاحب الكعب العالي لنكون واضحين صاحب الكعب العالي في إدلب والأريافة المحيطة بها هي هيئة تحرير الشام سواء في العمليات العسكرية أو في محاولة بسط النفوذ الاجتماعي وحتى الإدارة عبر ذراعها الإدارية المسمى حكومة الإنقاذ وأيضا سيطرتها بشكل كامل ربما على مختلف هذه الجغرافية بإداراتها بمجالسها المحلية لذلك أي عمليات عسكرية في الشمال السوري أي محاولة إعادة ترتيب للشمال السوري سواء على الصعيد العسكري والأمني أو سواء على صعيد الإدارة عبر حكومة الإنقاذ يجب أن يكون للهيئة رأي في ذلك أو يجب أن يكون قراره والنافذ في تلك المنطقة سواء صار الأمر بتفاهمات محلية داخلية في إدلب أو حتى مع نعم ربما السؤال الأبرزة اليوم أحمد إلى أين تتجهي التحرير الشام وهل هي تذهب نحو تجميل المشهد العام لها في سياق الإنقراط أكثر داخل العملية السياسية ربما حتى الحقيقة هذه مؤشرات تشير بهذا الاتجاه لأنها هي التحرير الشام كما يتفضل ضيفك بأنها هي الحقيقة هي الفاعل الأقوى في إدلب هذه الكلمة العلية صاحبة الكلمة العلية فيها سواء في الجهة المدنية أو الجهة العسكري حكومة الإنقاذ وهي تحرير الشام وبالتالي قد تكون المؤشرات وإطالة فترة تنفيذ الاتفاق هي إتاحة فرصة لهذه التحرير الشام حتى تتماهى مع المشهد الجديد الذي قد يحصل لاحقا من خلال تسيير الدوريات التركية وحتى الآن المعتصمين المتواجدين على الطريق مازالوا مصرين على منع الدوريات وتنفيذ الاتفاق وبالتالي طبعا هذا الأمر هو بدفع من هيئة تحرير الشام وبالتالي هي تريد حتى الآن بإطالة أمد تطبيق الاتفاق وقد يكون هناك إعادة ترتيب لصفوف هيئة تحرير الشام سواء من الناحية العسكرية والآن بدأت هذه الألوية الجديدة هي مؤشرات حقيقية لإعادة ترتيبها بشكل مختلف عن الترتيبة العسكرية السابقة وقد يكون هذا الأمر قد يكون الجناح الذي بدأ هناك تصدع في هيئة تحرير الشام محاولة انشقاق أبو مالك التلي وهو من الناس المتواجدين في هيئة تحرير الشام وليس له ثقة كبيرة وأراد بهذا الانشقاق كما وصلتني معلومات بأن يكون له تأثير في المشهد سواء السياسي أو العسكري في هيئة تحرير الشام وقد تكون هذه الألوية قريبة من أبو مالك التلي بالنسبة للأسماء الجديدة التي تحدثت لي أنها زج بها من الصفوف الخلفية إلى الصفوف الأمامية من هي هذه الأسماء الجديدة؟ هل من الاسم بارز بينها؟ الحقيقة الاسم الأبرز هو أبو حفظ بنش هذا الاسم هو مقرب من أبو محمد الجولاني تحديدا وهناك معلومات تقول عن علاقة مصاهرة بينه وبين أبو محمد الجولاني وهذا الاسم الأبرز الاسمين الباقيين لقادة الألوية هم من خارج محافظة إدلب قد يكونوا قدموا من العناصر هيئة تحرير الشام الذين قدموا من المحافظات الأخرى من ريف دمشق وأحد هؤلاء الشخصيات هو وفق المسمى الذي يكن به من منين وبالتالي هذه الشخصيات لم تكن موجودة في ريف دمشق ولم تكن موجودة ولم تكن بارزة ولم تطفو على السطح في الفترات السابقة فهذا مؤشر أن تحرير الشام بدأت باستبدال الشخصيات التي قد يكون عليها تحفظات سواء من المجتمع الدولي أو من تركيا على وجه التحديد وبالتالي الدفع بشخصيات كانت في الظل أو مغمورة إلى المقدمة حتى يكون هناك إعادة ترتيب والتماهي مع المشهد سواء السياسي الذي سيحصل في المستقبل في حال تم تطبيق الاتفاق أو العسكري في حال تعثر تطبيق الاتفاق وعدد العمليات العسكري نعم سعد هل من ارتدادات أو تبعات سلبية لهذه الخطوة داخل الهيئة نفسها لا أعتقد ذلك الأمر يدرج تماما ضمن تراتبية عسكرية خاصة بهيئة تحرير الشام الأسماء التي طرحت لقيادة هذه الألوية هي أسماء داخل الهيئة معروفة بكثرة وتقود كثير من العمليات العسكرية وهي كانت تتولى بعض المعسكرات خاصة المعسكرات القادمين العناصر القادمة من خارج محافظة إدلب هذه الشخصيات تعتبر شخصيات عسكرية ميدانية الآن باستلامها الألوية وهنا أقول الألوية ليست جيوش وليست قطاعات عسكرية أن يبقى عملها ودورها محدود ضمن مصطلح اللواء أي القوى العسكرية التي أسميه هنا الرديفة للجيوش العسكرية المركزية في هيئة تحرير الشام حتى هناك رضا من قبل عناصر هيئة تحرير الشام على هذه الأسماء كونها قريبة جدا منها قريبة من العنصر في العمليات العسكرية وفي التدريب في عمليات الانغماس وحتى في عمليات أحيانا التراجع تكون هذه الأسماء التي أوردت في البيانات أو التي تناقلتها وسائل الإعلام هي قريبة جدا من العنصر العسكري في هيئة تحرير الشام العملية أعتقد أنها تدرج دائما أو تدرج ضمن السياق العسكري سياق الترتيب العسكري الداخلي إذا ما صار هناك تغيير في الهرمية العسكرية داخل هي التحرر الشام يمكن ذلك أن ينبؤ بإعادة تموضع دعني أسميها أو عادة تغيير في صورة هي التحرر الشام لكن الأمر حتى هذا الوقت ضمن التطورات العسكرية الخفيفة التي تدور ضمن استراد الإنفور الذي يربط بين محافظتي حلب واللاذقية أعتقد أن هذه المحاولة هي لإعادة ترتيب الصف العسكري أكثر مما يكون ترمز لأي تعديلات أو تغييرات جدرية في هي التحرر الشام الموقف الدولي هنا كيف سيكون برأي خصوصا للعبين الكبار في الساحة السورية في إدلب تحديدا تركيا وروسيا نعم دانيا أكون صريحا معك في هذه النقطة هي التحرر الشام ربما تعتبر هي مخلب جدا قوي أداة وظيفية جدا قوية في منطقة الشمال السوري في محاولة لصد أي محاولة تقدم أكثر من روسيا أو حتى من الميليشيات الإيرانية التي هي ربما في الوقت القادم ربما ترفض هذا الاتفاق الروسي التركي وكانت هناك محاولات من قبل الميليشيات الإيرانية لإجراء صدع في هذا التفاهم بعد عدة مناوشات عسكرية تحديدا في أرياف حلب في محاولة منهم لنزع أو لإفشال هذا الاتفاق لذلك حتى هذا الوقت أعتقد أن ما تحاول القوى ربما هنا تحدث عن تركيا محاولة ضبط وضع هيئة تحرر الشام أكثر من حلها لأن الوضع العسكري في الشمال السوري لا يتحمل حقيقة ذهاب هيئة تحرر الشام في الفترة في الفترة الحالية ما تعاني منها الجبهة الوطنية للتحرير وعمادها الأساسي في لقى الشام من عملية ربما عدم ضبط عسكري داخل القوى العسكرية بها يدفع دائما القوى لمحاولة فقط لملمة وضع هيئة تحرر الشام إبعادها أو عن جميع الاتفاقيات السياسية على كل منتظار الأيام القادمة ماذا ستبين للسوريين بالختام أيضا أسأل نفس السؤال كيف تتوقع أن يكون موقف الدول لا سيما الدعم لثورة مثل تركيا الحقيقة الأحداث التي شاهدناها في الفترة الأخيرة من وجهة نظري أنا أرى أن تركيا لم تعول على الفصائل ولا على تحرير الشام في تنفيذ الاتفاقيات نتيجة دخول أعداد كبيرة من الآليات العسكرية والأرتال العسكرية وتحديدا إلى محيط الطريق الدولي سواء في جبل الزاوية هناك أكثر من نقطة عسكرية حصلت أو تموضعت الآن جنوب الطريق الدولي وكذلك على محاذاة الطريق الدولي من الجهة الشمالية المحاذية للطريق الدولي M4 وبالتالي نتيجة الخلاف ولم تستطيع تركيا حتى الآن حلحلة عقدة إدلب سواء بهيئة تحرير الشام وبفرض الجيش الوطني أو الجبهة الوطنية نفسها في هذه المنطقة وبالتالي بدأت بإدخال تعزيزات عسكرية كبيرة كل يوم قد نشهد دخول أرتال عسكرية هذه الأرتال تتوجه بشكل مباشر على الطريق الدولي بدءا من جسر الشغور ومرورا بمحمبل وهذه المنطقة وانتهاءا بجبل الزاوية ومدينة أريحة وحتى بلدة النيرب وبالتالي قد تكون تركيا في الفترة القادمة ستقوم بتطبيق الاتفاقيات التي حصلت بينها من جانب وروسيا من الجانب الآخر بنفسها ولا تعول على الفصائل لا هيئة تحرير الشام ولا الجبهة الوطنية للتحرير ولكن ماذا عن مستقبلها المدرج ضمن بنوع الاتفاق المستقبل الذي يحصل قد تكون هيئة تحرير الشام جاهدنا في الفترات السابقة أنها تماهت مع كل الأحداث التي حصلت قد يكون هذا مقدمات لأن تتماهى مع المشهد الجديد وقد تكون لواء أو تشكيل في الجيش الوطني في الفترة اللاحقة حتى تستطيع أن تستمر شكرا جزيلا لك الصحفي وزميل في غرفة الأخبار أحمد عاصي شكرا لك أيضا لا أنسى أن أشكر البحث في مركز الشرق للدراسات السيد سعد أشارك أنوانا من غازي أنتاب شكرا لك مشاهدينا بعد الفاصل محور آخر إبقوا معنا شكرا لك